نبدأ حلقتنا بخبر مهم وجميل جدا ومبهج جدا بصراحة الخبر هو عن تسع سيدات مصريات موجودين في قيمة فوربس للشرق الاوسط تحت سن الثلاثين وطبعا دي حاجة عظيمة جدا جدا وحاجة مشرفة جدا جدا تقريبا يا جماعة تسعة عايز اقولكم تقريبا كده التلت القيمة مصريات ودي حاجة بجد تدعو للفخر خلينا نتعرف عليهم واحدة ونعرف كانوا بيعملوا ايه او هم بيعملوا ايه اول واحدة هي يمنى جعفر يمنى عندها 27 سنة محللة اقتصادية في قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي ويمنى بتساعد الحكومات وصناع السياسات على استخدام الأدوات الرقمية لتطوير الاقتصادات وتحسين حياة الفقراء والمهمشين واشتغلت يمنى مسؤولة تنفيذية في مجال الاستدامة لمجموعة ام بي سي وادارت مشروع بيدعم القضاء على ارجوع وتأمين الغذاء للأطفال مع برنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة من خلال اطلاق حملة فيد دير دريمز كمان عندنا صارة سمير رقم اتنين صارة سمير عندها 24 سنة بطلة رفع أسكال وهي طبعا هي بطلة رفع أسكال أولمبية وحاصلة على برونزية أولمبيات ريو دي جانيرو صارة من وهي صغيرة كانت بتحلم تكون بطلة عالمية طبعا بطلة عالمية في رفع الأسكال ومرست صارة لعبة رفع الأسكال وهي يا دوب لسه ما كملتش 11 سنة قدرت تتفوق في اللعبة دي وقدرت تحصل على أربع ميداليات زهبية وثلاث ميداليات فضية في نسخ بطولات العالم الكبار اللي شاركت فيها وبقت أول امرأة مصرية وعربية وإفريقية في رفع الأسكال توصل للعدد ده من الميداليات اختارت كمان اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لرفع الأسكال اللي أقيمت في مصر أكتوبر الماضي البطلة العالمية صارة سمير الفوز بلقب أفضل لعبة في البطولة وقدرت صارة تحطم ثلاث أرقام إفريقية وسجلت أرقام جديدة باسم مصر بعد ما نكحت في خطف ثلاث ميداليات زهبية وأخيرا فازت بالميدالية الزهبية لبطولة العالم في وزن 71 كيلو جرام والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024 بإذن الله أما بقى جود عبد الحليم هي عمرها 29 سنة شركة مؤسسة ومديرة إبداعية لمجوهرات جود بن حليم جود بن حليم اتولدت في بيئة بتاعشق التصميم والدتها كانت بتشتغل في صناعة الأزياء والدها كان مهندس معمري يمكن عشان كده معظم أعمالها بتكون مستوحى من مزيج من الإنشاءات المعمرية والأزياء الحديثة بدأت تشتغل في مجال وهي في مجالها ده وهي عندها 17 سنة ودرست صناعة الأفلام في الجامعة الأمريكية وصناعة الأفلام ساعدتها كتير بشكل كبير في مجال التصميم دخلت عالم المجوهرات وأسست جود بن حليم البراند بتاعها سنة 2011 وبقت علامة مميزة أما بقى هدير شلبي عمرها 29 سنة شركة مؤسسة والرئيس التنفيذي لموقع فريزيانا دوت كوم هدير صاحبة مشروع فريزيانا وده أول موقع لتسويق الحرف اليدوية في مصر بيهدف لتمكين أصحاب الحرف اليدوية وخصوصا من السيدات اقتصاديا وتكنولوجيا عن طريق تسويق شغلهم اليدوية أو أشغالهم اليدوية وتصورها وتطورها علشان تناسب العصر والمودة الحالية كمان بيعلم السيدات حرفة يدوية من صفر وبيفضل معاهم لحد ما يتقنوها تماما ويفتحوا مشاريع خاصة بيهم وهدير من قرية بسيطة يا جماعة كل سيداتها بيشتغلوا في مجال الحرف اليدوية وده مصدر دخلهم بس الوحيد ده مصدر دخلهم الوحيد بس للأسف كانوا بيواجهوا مشكلة أو مشاكل مختلفة زي مثلا أن هما يسوقوا منتجاتهم فهدير ساعدتهم بفكرة فريزيانا اللي في الأساس كانت مشروع تخرجها نروح بعلي من نزغلول من نزغلول برضو عندها 29 سنة ويانا شركة مؤسسة في انطلاق وانطلاق دي برضو منصها من نزغلول شركة في تأسيس انطلاق برنامج تسريع وشركة استشارات وبرنامج انطلاق ده أطلق مبادرات لدعم البيئة المصرية من خلال شراكات مع منتدى شباب العالم برضو حاجة حلوة جدا وهالة جدا وحاجة يعني مفيدة جدا كمان للبيئة داليا حسن عندها 25 سنة هي بحيثة ومنصقة لابتكار في شركة سيمينز هيلثيرز لمنطقة الشر الأوسط وأفريقيا ابتكرت داليا حسن بلوم وبلوم ده تصميم ابتكر للأطراف الصناعية الثلاثية السلسية الأبعاد للأشخاص اللي فقدوا أطرافهم في الحروب أو المناطق المتضررة بيتم صناعة الأطراف دي باستخدام أخطية زجاجات معاد تدورها يعني من غطيان الأزاز اللي بتعاد تدورها من الأول وجديد وفيها كمان بتدير برامج تطوير القدرات في مجال الابتكار عبر الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وكمان أنشأت المبتكرون الصغار في مستشفى سرطان أطفال مصر كمان بسانت حميدة بسانت حميدة البطلة طبعا دايما بنتكلم عنها وكمان بنتابع بطولاتها بسانت حميدة عندها 26 سنة عدائقة ومن موليد 96 سنة 1996 وأخوها هو باسم حميدة بطل العالم في ألعاب القوة وهي متزوجة من مدربها محمد عباس اتخرجت بسانت من كلية الهندسة وبتشتغل معيدة في الجامعة وشاركت في أول بطولة دولية سنة 2013 تواجد بعدة بطولات زي البطولة العربية ووصلت لنص نهائي بطولة العالم 2019 اتعرضت للإصابة قبل أولمبياد توكيو وده للأسف اللي حرمها من المشاركة في أولمبياد توكيو وشاركت في بطولة التشيك الدولية وتوجت بميداليتين وانسحبت من بطولة أفرقيا يونيو الماضي بسبب الإصابة اللي تصابت بها للأسف قصرت الرقم المحقق فيه النسخة الأولى من دورات البحر المتوسط ونجحت بسانت حميدة في التسويق بزهبيتين سباقات 100 متر و200 متر وقصرت الرقم القياسي اللي تسجل قبل كده كمان عندنا هانا جودة كلنا طبعا برضو عارفين هانا جودة الجميلة هانا جودة عندها 15 سنة وبطل التنس التولة وهانا بتعتبر أيقونة في تنس التولة إنها قدرت تفوز ببطولة أفرقيا اللي أقيمت في تونس مؤخرا وده كان بعد الفوز على دينا مشرف لعابة منتخب السيدات بإضافة كمان إلى تأهلها إلى أولمبياد باريس 20-24 في الفردي ومع منتخب السيدات فيه منافسات الفرق وشاركت فيه بطولة أفرقيا عام 2021 قدرت تفوز على اللعابة أوفيونج قديم اللي بتبلغ من العمر 34 سنة والمصنفة رقم 119 عالميا بنتيجة 3-1 في الأشواط ونتيجة 1-0 في عدد المواجهات لتخطف طبعا الأنظار ليها هانا أظهر لعابة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية واللي أقيمت في توكيو وليها عدد كبير من الإنجازات وطبعا كلنا منتشرف بيها وبكل البنات اللي تكلمنا عنهم ولسه كمان معنا مايار شريف 26 سنة وبردو مايار بطل التنس ويرمل موليد 5 يونيو سنة 1996 وهي لعابة تنس مصرية محترفة وتحتل المرتبة 72 في تصنيف رابطة محترفات التنس الصادر في 4 أكتوبر 2021 وفي الزوجي 145 لقبت بفتاة مصر الزهبية وتوجد بلقبها التاني على التوالي في البطولة المفتوحة للتنس كمان توجد بلقب بطلة مربلة الإسبانية للسيدات للتنس وفي يوليو 2021 مايار بقت أول لعابة تنس مصرية بتشارك في دورة ألعاب أولمبية في أولمبياد توكيو بعد ما حصلت دورة الألعاب الأفريقية كمان حصلت على لقب جيزة أفضل إنجاز رياضي لعام 2020 من اللجنة الأولمبية المصرية وحصلت على بطولة شارلستون الأمريكية وبعدها حققت إنجازات رياضية مهمة جدا بجد بقى من قلوبنا احنا حاسين بكل الفخر واستعادة بكل البنات المصريات اللي هم تحت سن الثلاثين اللي قدروا يوصلوا للإنجازات دي زي ما قلنا يمكن في البداية تلت القيمة تقريبا مصريات مش تقريبا تلت القيمة مصريات ودي حاجة تدعو إلى الفخر حاجة تخلينا يعني نبص كمان لمستقبلنا إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل حاجة إن إحنا نقدر إن إحنا نتميز إن إحنا نقدر إن إحنا أي مكان نكون فيه نقدر نرفع اسم بلدنا مصر زي ما البنات الجميلة دي عملوا إحنا أو ولدنا لو إحنا كمان يمكن فاتنا الوقت بس إحنا دايما هنا في أنتي بنقول إن It's never too late أبدا مش متأخر نحن نبدأ أي حاجة وكان عندنا نمازج كتيرة جدا جدا لسيدات قدروا برضو يرفعوا اسمه مصر كمان حتى بعد سن الثلاثين والاربعين والخمسين